طلاب الصف الخامس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدنا نشرح الدرس السابع من الوحدة الأولى ودرسنا بعنوان ضرب الأعداد العشرية وقسمتها عدد عشري يعني عدد بيحتوي فاصل عشرية بإيش بدي أضربه ماما؟ الضرب عندنا بهذا الدرس أول قسمة فقط يبعشرة وبمية وبألف بدنا نشرح قاعدتين قاعدة ضرب بهاي الأعداد وقاعدة قسمة على هاي الأعداد بدنا نوصل لنتيجة ونطبقها وبناء عليه بدنا نحل زي هاي النتيجة كيف؟ رح أبدأ أنا وإياكم أولا بالضرب لما بدي أضرب ماما هذا يعني أني أنا بدي أحرك الفاصلة لما بدي أحرك الفاصلة العشرية بالضرب دائما وأبدا نحرك الفاصلة باتجاه اليمين إذن نحرك الفاصلة العشرية باتجاه اليمين طيب كم منزلة بدي أحرك؟ حسب عدد الأصفار كيف يعني حسب عدد الأصفار؟ يعني إذا ضربت حسب عدد الأصفار إذا ضربت بعشرة بحرك الفاصلة العشرية منزلة واحدة إذا ضربت بمية بحرك الفاصلة العشرية منزلتين إذا ضربت بألف بحرك الفاصلة العشرية تلت منازل شو يعني هذا الحكي؟ طبعا مش راح نفهمه إلا إذا أخذنا أسئلة طيب لو أعطيتك مثلا أربعة واثنين بالعشرة ضرب عشرة أنا حكيت لك بدي أحرك الفاصلة العشرية هاي الفاصلة رح أحركها باتجاه اليمين هيك يمين كم منزلة؟ منزلة واحدة فشو رح يصير العدد؟ أربعة اتنين بحط فاصلة هاي الفاصلة سوى حطيتها أو ما حطيتها العدد صار اتنين واربعين يعني هي هيك لازم تكون فهاي تساوي اتنين واربعين حركت الفاصلة منزلة واحدة باتجاه اليمين طيب لو حكيت لك يا أمي الله مصلي على سيدنا محمد ثلاثة صحيح واحد بالعشرة ضرب مية الآن أنا هون بدي أحرك الفاصلة العشرية كم منزلة؟ منزلتين طيب أنا ما عندي إلا منزلة واحدة على يمين الفاصلة في هاي الحالة شو بأعمل؟ أنا لو حطيت واحد بالعشرة أو حطيت هون ثلاثة صحيح وعشرة بالمية هذا الصفر اللي أنا ضفته ما إلو قيمة بس هذا الصفر رح يساعدني بالحل عشان لما أحرك الفاصلة منزلتين هي منزلة هي منزلتين حتصير الفاصلة هون إذن رح يطلع عندي جواب تلتمية وعشرة الآن ممكن طالب يحط الجواب هيك وممكن طالب يحطه ثلاثمية وعشرة فقط لما بحرك الفاصلة ما ضل علي منها منازل ما بحطها رح يطلع الجواب عندي ثلاثمية وعشرة في عندنا بالكتاب مثال في أتحقق من فهمي مش بالمثال أتحقق من فهمي سبعة عشر صحيح وثلاث وعشرين بالمية ضرب مية بدي أحرك الفاصلة باتجاه اليمين كم منزلة منزلة منزلتين هي منزلة هي منزلتين اتفقنا أني إذا بدأ حط الفاصلة هون وفش على يمينها منازل خلاص بشيلها بتصير ألف وسبعمية وثلاث وعشرة طيب في كمان سؤالي بأتحقق من فهمي خمس واربعين بالمية بدي أضربها بالمية بدي أحرك الفاصلة منزلة منزلتين تلاث يلا أنا وياكم هي منزلة هي منزلتين طيب التالتة شو بدي أحط بدي أحط صفر هون بها تصير الفاصلة فرح يطلع عندي الجواب أربعمية وخمسين إذن أنا بحرك الفاصلة حسب عدد الأصفار في حالة الضرب بحرك الفاصلة باتجاه اليمين حسب عدد الأصفار طيب بنروح على ثانية ثانيا القسمة القسمة وفي القسمة خامس نحرك الفاصلة باتجاه اليسار حسب عدد الأصفار اليسار حسب عدد الأصفار كيف يعني هذا الحك ناخد سؤال مثلا ستة صحيح وثلاثة بالعشرة بدي أقسمها على عشرة أنا عندي هون صفر واحد بدي أحرك الفاصلة باتجاه اليسار منزلة واحدة شو بصير الجواب بصير الجواب لاحظوا تلاتة وستين بالمية لما كانت الفاصلة على يمين العدد حكيت لك مش مهم إنك تحطها لما تصير الفاصلة على يسار العدد مهم جدا وضع الفاصلة وضع الفاصلة لما تكون على يسار العدد ما بصير أشيلها للي لو شلتها رح تتغير قيمة العدد رح تصير تلاتة وستين أما هون لو شلتها ما تغيرت قيمة العدد تضلت اتنين واربين لو أعطيتك ماما اتناعش صحيح وخمسة بالعشرة تقسيم مية بدي أحرك الفاصلة منزلتين منزلتين لوين لليسار هاي منزلة هاي منزلتين كانت هون صارت هون طيب رح يجي طالب يحكي لي ماذا هيك صارت انتي من وين بجيب الصفر ايش طبيعي ماما طالب ماما في حدد هون وحط بتالة صفر هاي أصلا لو حطيت اصفار الى المالة نهاية هون ما رح تغير من قيمة العدد فأنا لما حركت الفاصلة بالتجاه اليسار حركتها منزلتين كانت 12 مص صارت 125 بالألف طيب عندي الحدد يمس 14 صحيح و 87 بالمية تقسيم 10 يساوي حركت الفاصلة بالتجاه اليسار منزلة وحدة صارت واحد صحيح و 487 من ألف طيب لو كان معطيني مثلا 2359 تقسيم ألف بدي أحرك الفاصلة ثلاث منازل باتجاه اليسار بس أنا ما عندي فاصلة هذا عدد كله عدد صحيح بفرض انه في هون فاصلة هاي الفاصلة اللي هون غيرت من قيمة العدد لا ما غيرت من قيمة العدد كان 2359 وما زال 2359 بدي أحرك الفاصلة باتجاه اليسار منزلة منزلتين ثلاث فشو صار الجواب اتنين صحيح فاصلة 359 من ألف هاي أمي هي نفسها 2359 على ألف اللي أخذناها بأول درس لما كنا نحول من كسر أو كسر غير فعلي إلى الصورة العشرية 1 2 3 1 2 3 بدي أحط الفاصلة هون بعد ما أشيل 3 صور نفس المبدأ هذا أنا قسمت كانت الفاصلة هون حركتها اليسار 3 منازل تمام؟ هذول الفكرتين الرئيسيتين الموجودات بالدرس هلأ بدي أعطيكو سؤال أحط في مسائل على الضرب والقسمة يعني هون ضرب الأعداد العشرية وقسمتها الأعداد العشرية وقسمتها هلأ أنت بدك تنتبه المسحة أحطيت لك إشارة ضرب ولا إشارة قسمة تمام يا خامس؟ مثلا يا عيوني لو طلبت منك 3 و7 بالعشرة ضرب ألف 2 4 بالعشرة تقسيم عشرة 3 7 و25 بالمية ضرب عشرة 4 6 تقسيم مية يلا أنا وياكم أول واحدة ضرب بتذكر الضرب بدي أحرك الفاصلة باتجاه اليمين الله ما جعلنا من أصحاب اليمين لاحظ ماما أنا عندي منزلة واحدة بروح بخط صغير بحطهم صفرين هاي منزلة هاي منزلتين هاي تلات هدول الأصفار ما غيروا من قيمة الكسر العشري العدد العشري تمام ماما؟ هلأ بحرك الفاصلة باتجاه اليمين ثلاث منازل شو زارت ثلاث آلاف وسبعمية هلأ قسمه القسمة بدأ حرك الفاصلة باتجاه اليسار يسار كم منزلة بدأ حركها؟ منزلة واحدة هلأ بحرك الفاصلة هيك شو بتصير؟ بتصير أربعة بالمية هذا الصفر من وين جبته؟ لو حطيت صفر هون ما رح يغير من قيمة العدد ضرب بدأ حرك الفاصلة باتجاه اليمين كم منزلة بدأ حرك؟ منزلة واحدة بتصير 72 صحيح وخمسة بالعشرة قسمة بدأ حرك الفاصلة باتجاه اليسار كم منزلة بدأ حرك؟ منزلتين ما عندي فاصلة فرضت الفاصلة هون حركتها منزلة برجع بحركها كمان منزلة شو بحط هون؟ صفر شو بتصير الفاصلة هون؟ صارت جواب 6% ومثل هذا النوع من المسائل بدنا نركز عليه ممكن يجيك سؤال يا خامس ضع العدد المناسب في المربع الفارغ مثلا 2 و 4 بالعشرة ضرب شو بتعطيني 24 و 20% 3 و 5 بالعشرة ضرب شو بتعطيني 3500 7 تقسيم شو بتعطيني 7% 9 و 51% تقسيم شو بتعطيني 951 بالألف 17 و 4 بالعشرة تقسيم شو تقسيم شو بتعطيني يا أمي 100 و 74 من ألف 9 تقسيم شو بتعطيني 9 بالألف يلا أنا وياكم وحدة وحدة بما أنه ضرب معناته لازم أحرك الفاصلة باتجاه اليمين هي حركتها حركتها منزلة هل صارت 24 نعم صارت 24 أنا حركتها منزلة معناته أنا ضربتها بعشرة بما أنه ضرب معناته بدأ حرك الفاصلة باتجاه اليمين 35 لا بحرك كمان منزلة 350 لا بحرك كمان منزلة 3500 تمام أنا كم منزلة حركت الفاصلة ثلاث منازل معناته أنا ضربت بألف خلاص نظر اروا على القسمة قسمة بدأت حرك الفاصلة باتجاه اليسار عدد صحيح بفرض الفاصلة هون حركتها منزلة حركتها منزلتين معناته أنا قسمته على 100 7% حركت الفاصلة منزلة باتجاه اليسار كونها قسمة 951 بالألف 951 بالألف معناته قسمته على عشر حركت الفاصلة منزلتين باتجاه اليسار 174 بالألف 174 بالألف معناته قسمت على مية حدد صحيح؟ هاي الفاصلة حرك عندي منزلة حرك منزلتين حرك تلات منازل تسعة بالألف معناته قسمت على ألف تمام ماما؟ هذا دروس من الدروس المهمة اللي بتضل معك لحد ما تكبر بتمنى انك تكون فهمته يعطيكو ألف عافية خامس شكرا للمشاهدة